الهريسة الدمياطي بقسها المكونات وأبسط طريقة أوعدك بعد الفيديو ده هتكوني أستاذة في عمل الهريسة أول ما هتشوفي الفيديو ده هتقومي حالا تعمليها تعالي شوفي الجمال شوفي قد إيه دايبة وقد إيه مرملة بجد تحفة جدا مقدرها مظبوطة جدا كل اللي هنحتاجه كباية ونص من الدقيق وعليهم كباية ونص من السكر وعليهم كباية ونص من دقيق السميد بتاع البسبوسة وهتضيف عليهم نص كباية من جزء الهند وتقدر طبعا تستغني عنه بس أساس الهريسة جزء الهند ومعلقة صغيرة من البكنج بودر وهضيف عليهم رشة من الملح كده كل المواد الجافة كباية ونص من الدقيق وكباية ونص من دقيق البسبوسة وكباية ونص سكر وعليهم نص كباية من جزء الهند نيجي بقى للمواد السيلة هنحتاج معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز وعليهم كباية من اللبن اللبن ده دافي نحاول بقى ندوبها كده على قد ما نقدر في اللبن الدافي وهضيف عليهم كباية من الزبدة أو الثمن اللي عندك اعملي بيه هخلطهم بقى كويس جدا وبعدين هضيفهم على المواد الجفة اللي احنا خلطناها في المرحلة دي انت هتحاولي تلمي بس مش هتعجني خالص عايز اقولك مقدرها مظبوطة جدا وكلها موجودة في البيت كل اللي هتحتاجيه بس هو دي السميد اللي هتشتريه وكل حاجة موجودة في البيت تقداري تعمليها ترقيتها نجحة وبسيطة جدا ومقدرها مظبوطة بعد ما خلطتهم بقى هتجيبي صنية عندك وتحطي فيها كل الخليط اللي احنا خلطناه مع بعض وهتفردي بقى في الصنية اهم حاجة الصنية تبقى مبطنها بمعلقة من التحينة او معلقة من الزبدة كده او معلقة من السمنة هتجيبي بقى اي مكسرات عندك او صداني انا حطيت الاتنين على بعض وهحاول بقى اغطي كل وشها بيها كده اهم حاجة عشان ما تتحرقش معاكي اضغطي عليها ضغطة كده بسيطة ان انت تدخليها بس في الخليط هتدخليها بقى على درجة حرارة 180 في الرفل في النص واول ما الجوانب تستوي معاكي هتقيدي الشواية عليها في اخر دقيقة لغاية ما تاخد معاكي لون حلو شايفا الجمال بالزبط ما خدتش معاكي 3 دقايق وكنت عاملها انا دخلتها الفرن وعبال بقى ما تستوي هنعمل الشربات بتاعها كباية ونص من الميا عليهم كباية ونص من السكر هتسيبيهم لغاية ما يغلو اول ما يغلو كده معاكي هتدفلهم عصير نص لامونة مش هياخد معاكي اكتر من 10 دقايق تقدري بقى تدي في معلقة من السمنة البلدي او معلقة من الفانيليا اول بقى ما استوت معايا وتلعت ولونها حلو كده هتسقيها بالشربات هي سخنة والشربات سخن هتسقيها وتغطيها بصي هي عشان نجحة بتشرب الشربات كويس جدا خدت كل كمية الشربات عندي مظبوطة جدا امشي على نفس الخطوات هتطلع معاكي نجحة جدا وبنفس النتيجة اتمنى بقى تجربوها شوفي لما تعمليها في البيت هتوفري قد ايه اتمنى تجربوها وتحطوا لايك للفيديو لان الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم واشوفكم في فيديو تاني بوصفات تانية ان شاء الله